اشتركوا في القناة طبعا دكتور ألام الرقبة هي يعني ناس كتير بيعانوا منه وخاصة اللي يضلوا ساعات على الحاسبات الإلكترونية دائما بيعانوا منه بالبداية تحكي لنا شو هي ألام الفقرات أو ألام الرقبة بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة مع تطور الحياة مع التكنولوجيا المتقدمة أصبحت ألام الرقبة من الأمور والمشاكل اليومية بالبداية نحب نطمئن المشاهدين أنه معظم هذه الحالات هي حالات بسيطة تكون بسبب وضع خاطئ أثناء الدراسة أكثر الناس اللي يصابون بهذه الألام هم الناس اللي هم عندهم أعمال مكتبية طلاب المدارس طلاب الكليات اللي يقرؤون كثير ومع أيضا مع تطور الحياة اللي يستخدمون الموبايل كثير زين الفيسبوك التويتر موبايل صار جزء أساسي من الحياة صار جزء أساسي من الحياة وأيضا مشكل أساسي صار أيضا فمعظم هذه الألام هي ألام عابرة ما تخوف لكن بنفس الوقت لازم نعرف شنو أسبابها وطرق العلاد الصحيحة لها مثل ما ذكرنا أنه أكثر الناس هم اللي يصابون بهذه الأمراض بهذا المرض أو هاي الألام هم الناس يعني عمل مكتبي أو طلاب المدارس سعاد طويلة أسباب هذا المرض أكثر هو أكثر الأسباب هي تكون بسبب تشنجات العضلات اللي هي في أعلى الكتفين وفي أسفل الفقرات وأغلب الأسباب هو الوضع الخاطئ الدروس لساعات طويلة على الحاسوب استخدام الموبايل بوضع جانبي للفترات طويلة استخدام الفيسبوك أو تويتر واستخدام الموبايل لنفس الحالة لفتر طويلة بهالوضع هذا هذا رح يولد تشنج في العضلات ما حول الرقبة وعلى الكتفين بالتالي راح يتولد ألم المريض عادة راح يبدأ يحس بصداع بألم بتشنج بعدم القدرة على تحريك الرقبة فإذن الأسباب هذه لكن أيضا ممكن أن يكون أسباب أخرى مهمة وجوهرية وهي الأمراض دكتور قبل ما تحكينا عن الأسباب الأخرى نحب أن نوه للمشاهدين أنه أرقابنا موجودة على الشاشة اللي بيحب يستفسر من الدكتور مزاحم الصميداي طبعا دكتور أتوقع أنك ما أنا مريت بهذه الحالة في فترة الدراسة بس أنه كانت أنه كيف الألم هاي الألم مستمرة ولا دائمية ولا في فترة كنا كنا مرينا بهذه الألم أنا مريت بهذه الألم أيضا السبب هو الوضع الخاطئ أحيانا لأثناء الدراسة وأثناء استخدام الحاسوب فتتوعد عنها تشنجات لكنه أيضا أكو قلنا نرجع نرسل نقول أكو مشاكل أخرى أكبر من هاي وهي مشاكل الانزلاق وغضروفي مشاكل احتكاك بين الفقري السوفان وتضيق القناة الشوكية رح نبدأ بالجزء البسيط هاي أسبابها يعني هاي الأسباب المهمة والأسباب الخفيفة إنها هي التشنجات والصداع الناتج عن هذه التشنجات والأوضاع الخاطئة استخدام الوسادة الخاطئة زيان التعرض لنوبات البرد هي أيضا أحد الأسباب نجي للجزء البسيط اللي هو التشنج والألم اللي يكون على الكتفين وأسفل الرقوة عادة حتى نعرف أن هذا المرض هو مرض مو مهم أو خلنا نقول مو سيديس جوهري تكون الألم عادة محصورة بهذه المنطقة بالضبط على الكتفين الرقبة مع صداع بسيط لكن لو كان الألم لو انتقل الألم إلى الأطراف إلى الأيادين أو الكفين إلى أطراف السفدة لو صاحب الألم خدر أو تنمل لو صاحب الألم ضعف في استخدام الكفين والأطراف بدينا في مرحلة خطيرة بمعنى المشكلة أصبحت ليست مجرد تشنج وإنما أصبحت المشكلة مشكلة إضافية كان يكون زلاق ظروفي كان يكون تضيق بالنخاع الشوكي كان يكون سوفان فقري إذن إذا كانت الألم تشنج فهي الألم نوعاً ما مقدورة عليها طرق الوقاية هو الابتعاد عن المسببات المسببات التي هي جلوس الفترات الطويلة على الحاسوب ننصح أيضاً بعدم استخدام المبواي الفترات الطويلة لو كان عملنا مجبرين عليها أنه نستخدم الحاسوب أو القراءة للفترات الطويلة نحاول نسوي حالات استقطاع يعني مثلاً نعمل لفترة ربع ساعة ونص ساعة بعدين نغير حركتنا نسوي تمارين للرقبة خلال فترة العمل نستخدم المساجات والمراهم حتى نقل من هذه المشكلة إذا ما استفادنا أو بقت الألام موجودة نلجأ أيضاً ذاك الوقت إلى المسكنات الخفيفة إلى المراهم البسيطة إلى استخدام الكولر الياخة الإسفنجية وكذلك العلاج الطبيعي وهو جزء مهم من علاج هذا الأمراض الخفيفة المرحلة الثانية هي مرحلة إذا بدأت أعراض أخرى وهي أعراض تنمل أو خدر أو ضعف بالأطراف هذه المرحلة لا ستكون مرحلة مهمة لازم نستشير الطبيب نلجأ إلى أجراء فحص شعاعي أو رنين مغناطيسي للتأكد من الحالة وتشخيصها لأنه إذا وضحت أن الحالة عندنا هي انزلاق ظروفي أو احتكاك فقري أو سوفان أو تضيق من نخاء الشوكي أحياناً نحتاج إلى أجراء تداخل جراحي بهالحالة دكتور طبعاً أنت قلت إذا كانت الحالة مستمرة نحن أحياناً كدراسة مضطرين على أسلوب واحد مثلاً أنا كنت متعودة هيك يعني ما فيني إذا غيرت بطريقة الدراسة فإنه خلص ما فيني ركس ننصح كثير بتغيير هذا الموضوع يعني كثير من العمل المكتبي يطلب الجلوس مع رقبة منثنية للداخل ننصح بأنه كثير من المكاتب حالياً يستخدمون هاي الطريقة فأنا ما كنت أقدر وقتاً بس أنا ما كنت أقدر إذا ما قدرنا نحاول نسوي وقت مستقطع مثلاً ندرس ربع ساعة ثم نقوم نحرك الرقبة نسوي تمارين شد العضلات وكي نستخدم الحرارة الفيرل الحار الهوى الحار المساجات حتى نمرن العضلة لأنه المشكلة الأساسية هو شد شد عضلة صح هو الماما بفترة الدراسة كانت عم تتعذب معي من المساجات فترات طويلة كنا أيام الجامعة لكن أيضاً أقول فتشي هنا أنه الموضوع هذا ممكن بعد فترة من الزمن إذا استمر تشنج 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 يتولد احتكاك فقري أو سوفان طيب دكتور معنا اتصال ألو صباح الخير ألو صباح الخير صباح الخيرات تفضلي أتكلم مع الدكتور تفضلي دكتور معك تفضلي أختي العزيزة ألو صباح الخير دكتور شوالك أهلا بيتش لا أخي دكتور عندي وعرفتي بها بلعبتها بني العقب الخامس يعني ما أعرف شون هو يعني انتداد بي ما يصير الانتداد بالعصب الخامس عادة يصير التهاب بالعصب الخامس ما عطا يعني أنا مالذي تفضلي تقولها إنو بني غير بخصوصات يقولون هاديك انتداد بالعصب الخامس يعني 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 كل شيء بتأذية مننا يعني حتى الألم باس حق وميز الحج على أيها المنة عفو أهلا أهلا ورغبتها حتى المنقبتها لجيها المنة هم يتقوم وشون الانتداد بالعصب الخامس وشون الانتداد بالعصب الخامس بس نحن شوية المنة النفخية بس تتأذى من عتاة كلش وصرعتها يعني ألم مطبيعي طيب إسرعتها إسرعتها صداع نصفي أختي العزيزة أختي العزيزة إسرعتها الألم همينية وفتشة همينية منعوجة بنفس الوقت بفتتتقل الصوت مواضح لكن خلأ أسألت السؤال انتبهي معي إسرعتها صداع نصفي إسرعتها خدر في منطقة الوجه عفو دكتور شنوك خدر خدر في منطقة الوجه إسرعتها خدر ومضعت حتى مليا من العنق فوق من قدون العيون طيب سوت فحص رنين إسرعت رنين وفق سوت فحص تخطيط للعصب إسرعتها الفحصات كلتها والأشعار والعنين وكل نتة يعني تأيير المغناء العقل معرف شان عن هذا وثولت كل نتة يقولوا لها قدك انت 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 انسداد بالعصب الخامس وأنها العملية مكلتة وغير ناجحة نعم نعم من النادر أنه يعني التهاب العصب الخامس أو انسداد قناة العصب الخامس الالتهاب أكثر من انسداد يكون لكن أحيانا تصير حالات انسداد في القناة اللي يخرج منها العصب الخامس إلى الوجه لو شخصت الحالة على هذا الأساس أقدر أقول لك 90% من الحالات تستفاد على العلاج العادي وليس الجراحي وحالات قليلة تحتاج إلى جراحي طبعا الحالات المزمنة التي تكون سيئة جدا التي تتحول من بسيط إلى شديد جدا هذه تحتاج إلى تداخل الجراحي لكن أغلب الحالات هي حالات تعالج عن طريق العلاج العادي جزء من العلاج يجب أن يكون جزء ستيرويدي كورتزون وهو مضاد التهابي ممكن أن تأخذ حقن الكورتزون لكن تكون منظمة وتحت إشراف طبيب لأن هذه الحقن بها مضار ومساوة فالحقن الستيرويدية هي جزء من العلاج مضادات الالتهاب، المساج، العلاج الطبيعي والابتعاد عن البرودة ونوبات الهواء البارد إذا المريضة لم يستفادت على الحقن الستيرويدية كورتزون ومن ثم أيضاً العلاج للحبوب الكورتزون لفترة تنزبها، ليس فترة طويلة إذا ما صارتها فائدة من هذا الموضوع وزادت الآلام، ممكن تلجأ للداخل الجراحي لكن معظم الحالات أطمئنها أنه تعالج عن طريق العلاج العادي اللي هو الأدوية العادية سواء كان ستيرويد أو غير ستيرويد وتستجيب لكن يحتاج لها وقت أحياناً الحالة هذه تطلب أسابيع من أربع إلى ست أسابيع، الفترة التي تحتاج بها العلاج حتى تكون الاستجابة بها دقيقة وأيضاً لازم نكون دقيقين، لازم نتأكد جداً من التشخيص لأنه كثير من الحالات الشقيقة أو الصداع النصفي أو التهاب العصب السابع تكون مشابهة للعصب الخامس فلازم نكون دقيقين بالتشخيص يعني شوية الأعراض تكون مشابهة أعراض الشقيقة؟ مشابهة جداً والشقيقة مرض أشبه بالمزمن والعلاقة عصبية نفسية مباشرة فممكن المريض يعاني من الشقيقة لكنه يتم تشخيص على أنه التهاب العصب الخامس طيب دكتور معنا اتصال آخر، ألو صباح الخير؟ آه، انقطع الاتصال طيب دكتور تحكي لنا شو الفرق بينه وبين ألام الشقيقة يعني لنعرف أنه هذا الألم ممن الشقيقة آلام الشقيقة عادة صاحبها أولاً تكون مزمنة لها علاقة نفسية وعصبية المريض عادة يعاني من شد عصبي ممكن يكون الألم نصفي في منتصف الرئيس أو ممكن يكون كامل الرئيس يصاحب آلام الشقيقة مشاكل بالمعدة كان يكون تقيق، اضطراب في المعدة آلام الشقيقة عادة تتهيج بالضوء بالتعرض لنوبات الضوء أو الفلاش وتكون عادة بشكل نوبة أزمة وتروح، أزمة وتروح العصب الخامس، آلامة عادة تكون في منطقة الوجه ومنطقة الصدق، طريبة من الإذن عادة تكون متمركزة حول محجر العين يصاحبها أحياناً خدر في هذه المنطقة من هنا لشوية جزء من الوجه؟ لا، ممكن يوصل أحياناً وأيضاً ممكن أحياناً حتى تكون بالأنفية تكون آلامها مشابهة إلها تكون شدتها أكثر من شدة آلام الشقيقة ونسبتها أقل يعني قليل من الناس يصابون بالعصب الخامس الأغلبية يصابون في آلام مشاكل الشقيقة مبارف، توقع معنا اتصال؟ ألو صباح الخير ألو صباح النوم صباح الخير يا هلا تفضلي طبعاً تحياتنا القناة سامرة الفضائي على كل ما أفقد من الخدمة المواطن أهلا وسهلة شكراً بنا وياكم سامرة من سامرة أهلا وسهلة تفضلي ممكن أسأل الدكتور تفضلي أكتر عزيزي تفضلي صباح الخير دكتور صباح الخيرات، أهلاً بيتش دكتور يعني قبل اليومين أنا ثلاث ناما على المسادة فيعني ما أجل ثلاث ناما يا غاسي يعني قادة لازم الموبايل هذي يمكن يعني مصفى ثلاث ناما على المسادة فشون هل دمار؟ هذا الهضم اللي وراء الإذن نعم يعني هكي صباح أبراطي كل شيء يعني كل شيء قوي موضا أتحمله فأكتر صباح الخبر للباحث رب الوحدة من الدهن ودهن جانب الرقبة مني وراها فأجمن يعني توضح لي هاي المسألة لا أعرف يعني يا راجع دكتور أخصائي طيب أنت لاحظتها مباشرة بعد بعد مسحياتي من النوم؟ لاحظتها مباشرة بعد مسحياتي من النوم؟ أختي العزيزة تسمعيني؟ ما تسمعيني؟ لاحظتها مباشرة بعد مسحياتي من النوم؟ لا دكتور أنا ما أجل فيها يعني باعدة لازم موبايل بإيدي بس بس رفع أطاث لحي تشمس بالذن يعني هو أظم اللي ورا الإذن طيب 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 عندك مشاكل بالإذن كان يكون وشة بالإذن أو أو انسداد إيه نعم دكتور أنا عندي الكهاب بالجيوب الأنفية طبي يعني عشب كيام قر عندي الكهاب كل القضي بالجيوب الأنفية؟ نعم طيب 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 من الإجهاض قلل من الجلوس لفترات طويلة استخدم المراهم الحرارة وما استفاد ذاك الوقت للطبيب استشارة الطبيب إذا المريض أيضا هو ملتزم يعني مستمر بالمسبب نفسه فأكيد التشنج راح يطور أكيد التشنج راح يستمر إذا استمر المسبب عفوا دكتور طيب دكتور آلام الفقرات أو آلام رقبة أحيانا مثلا بيستخدموا المراهم بيستخدموا المسكنات هاي بتسكن لفترة بس بيكون الألم مستمر بهك حالة يعني إذا الألم بسبب تشنج بسبب مسبب كان يكون التشنج أو الشاد سيожу مع المسكن والحرارة لكن إذا الألم طول بالرغم من استخدام المسكن بالرغم من استخدام المرخي العضلي بالرغم من استخدام المرضم أنه أحيانا المسكن هي فترة بس فترة قصيرة بيرجع ألم dokter أمرة بمعنى أكو مشكلة أخرى بمعنى هي مفتوة التشنج بمعنى ممكن نروح إلى سبب آخر ممكن يكون منزلاق غضروفي ممكن يكون سوفان فقري ممكن يكون احتكاك وممكن يكون تضايق بالقناة الشوكية هذه الأمور راح نلجأ أيضا للطبيب لتشخيصها والراني المغناطيسي ولي نحشي نقول أنه هذه الأمور أيضا في بدايتها أيضا تعالج بالعلاج الطبيعي وبالراحة باستخدام الكوليرا والياخة والمسكنات البسيطة ومضادات الالتهاب لكن أحيانا أيضا تستمر إلى فترة أطول ننبه هنا إذا المريض بدأ يحس بأعراض تنتقل للطرفين خدر تنمل ضعف بالحركة خط أحمر ينتبه إلى المريض يراجع الطبيب والطبيب راح ينصح لأنه إذا كثير من المرضى سيراجعونها بالعيادات يوصلون إلى هالمرحلة يعني ما يجو إلى الطبيب بلا أن يوصل إلى مرحلة بدأت حالات الضعف عنده نجري لفحص الرين المناطيسي نلقي أنه أكو تضايق بالقناة الشوكية وهنا المرحلة خطرة لأنه القناة الشوكية في الفقرات العنقية ليست كالقناة الشوكية في الفقرات القطنية القناة الشوكية في الفقرات العنقية قناة صغيرة جدا ماكو مجال للتوسع فيها اي ضغط على العصب راح يأدي لا ضرر ممكن بالفقرات القطنية ممكن اكو يعني مرر ليس اكو مجال للضغط فاذن اذا صارت عندنا هذه الحالة لازم نكون كلش دقيقين ننطل للمريض علاج ملائم واذا ما استفاد علي نلجأ الى التداخل الجراحي اذا ما لجأنا الى التداخل الجراحي في الوقت المناسب ممكن يصاب المريض بشلل بضعف بضمور ومشكلة ما ممكن اعلاجها ذاك الوقت لانه نرجع نقول النسيج العصبي هو النسيج الوحيد اللي هو غير قابل للنمو اذا صار بمشكلة بعد ما يلجأ ما يتعدل ولهذا المريض اللي يصاب به هكذا مرض لازم نجري للتداخل الجراحي سريع قبل ان تصير عنده مشكلة وتداخل الجراحي هنا مع التقنية الجديدة هو تداخل مايكروسكوبي مجهري فتحة بسيطة في منطقة اللقبة صغيرة ممكن اما نبدل الديسك او نسوي تثبيت الحديث جراح الحديثات بالضغط طيب القديم لساته مستخدم بالفقرات العنقية من النادر القطنية مستخدم في كثير من المراكز وكثير من الطبقة يستخدمونه لكن في الفقرات العنقية من النادر حاليا الاغلبية نقدر نقول 90% من جراحين اللي يشتغلون جراح الفقرات العنقية يستخدمون تداخل الحديث لانه ناجح وسهل طيب دكتور آلام الفقرات أو آلام الفقرات اللي رقبة أكتر شي يعني هي فيء لسم محدد أكثر شيء ينصابوا به الناس ولا هي كل الأعمار كل الأعمار ممكن تحدث لكنه بمسببات مختلفة في الشباب الأغلبية هو سببها شد عضلي تشنج التهابات في كبار العمر سنرجع مرة تاني لهذا الشيء ألو صباح الخير ألو صباح الخير صباح الخيرات تفضل نعم تفضل مين معنا ألو صباح الخير صباح الخيرات شون صحة ألو سهلة تفضل ألو محمد من تركوك ألو سهلة ألو محمد حييت وحيي الدكتور نجاح بس يا ريت لو تسمعنا من التليفون بس تسأل الدكتور أني عندي آلام بالركبة وبالمفاصل وعندي ربو علاج ربو دائما يشتغل عكس العلاج يعني علاج الربو إذا أخذ علاج مفاصل ده يأثر على ربو فشنو العلاج اللي ما يأثر على ربو من نسبة المفاصل طيب أخي العزيز علاج المفاصل يأثر على الربو هذا الكلام دقيق لكنه علاج الربو يعني يأثر على هشاشة العظام صح لكنه أيضا ممكن يكون علاج الربو أحيانا هو كورتيزون أحيانا يكون مفيد للالتهابات فقط بس أنت حقك لأنه كثير من علاج المفاصل اللي يستخدم في حالات الربو هو يأثر إحنا لازم نشخص حالتك بالبداية حتى نعرف شنو العلاج اللي نسوي لكن ننطيك يعني رؤوس نقاط مهمة إذا حبيت أن تستخدم علاج للمفاصل ما يأثر على الربو فأسلم شي هو اللي هو قليل التأثير على الربو الأغلبية البقية الأغلبية هي تأثر على الربو المضادات المضادات الالتهاب العادية ما تأثر على الربو الحقن كثيرة تأثر على الربو فكون حذر من حقن الفولتارين البروفين هذي ممكن تسوي لك أزمة الربو حادة نعم نعم بالضبط حاول تستخدم المراهب الموضوعية لأنه امتصاصها قليل وتأثر بشكل موضعي ما تأثر بشكل عام فإذا المراهب الموضوعية جداً تفيدك استخدام البراثيتامول حتى حقنة البراثيتامول تكون أسلم من غيرها البقية عموماً تكون مؤثرة على الربو طيب دكتور معدى مضاعفات على الربو كمان على الأمراض التانية أو على المشاكل التانية اللي بيتسببها الاستخدام الصحيح الدقيق القصير تأثير قليل قليل الاستخدام الطويل الأمد يعني كل فترة استخدمه كل فترة استخدمه أكيد رح تولد مشاكل بالربو ممكن مشاكل بالمعدة درد الأساس بلضبط مشاكل في الضغط زيان فهذه أكيد لها تأثيرات لكن الاستخدام البسيط القصير حتى إذا كان الرابو طبعاً إذا كان الاستخدام قصير لفترة قصيرة زيان ومو بجرعة عالية زيان ما بها مشكلة أنصح أيضاً باستخدام المرخيات العضلية المرخيات العضلية اللي هي مثلاً اللي بها براستامول مع مرخي عضلي كان يكون الكنجسيك النورجسيك أوكي الميسكودول هذين الأدوية أيضاً الساريدون هذين الأدوية أيضاً ما لها تأثير على الرابو دكتور ما معنا اتصال ثاني ألو صباح الخير ألو 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 السلام عليكم عليكم السلام يا هلا تفضل ممكن أتسلم على الدكتور تفضل الدكتور معك ألو أهلاً بيك أهلاً بيك أهلاً آهلاً عملية مع شنو بيت بيتر نعم تفضل أخي كمّل تحت الرقبة نعم بس يا ريت لو تسمعنا من التاليفون ان شاء الله ان شاء الله هالخارج قال الدكتور تفضل أخي شوانك سعادت حتى أتسلم عليك وأشكرك عمليتي حياة جيدة ومنذلك اليوم ما رجعني أي ألم جزاك الله ألف خير إن شاء الله ما ترجع لك أي مشكلة وما تحتاج لك إن شاء الله بس حبة تعرف الاسم أنا يونس يونس من الزوية ألف هلا بيك يا يونس يا ألف هلا بيك شو أنت سميني أبو نسان أهلا بيك يا يونس لذكرتك حياك الله شكرا جزيلا للاتصال شكرا على اتصالك هو عامل عملية وعميت شكرك بس أنا ما بعرفت العملية كسر تحت الركبة طيب دكتور عفوان نرجع لموضوع الفقرات الفقرات الرقبة بتأثر على فقرة العمود الفقري مثلا إذا كان في مشاكل بالرقبة بتأثر على الفقرات الثانية العمود الفقري هو جزء واحد لا يتجزء متصل باعتبار هو جزء بضبط لكنه إذا كانت آلام الفقرات العنقية هي آلام تشنجات ممكن ممكن تتصلوا تسوي آلام عامل إنهم سبب واحد إذا كان المريض يعني معرض لينزلاق بالفقرات العنقية فأيضاً ممكن يكون معرض أيضاً لإنزلاق الفقرات القطنية للجسم قابل نفس الحالة السوفان اللي يصير بالفقرات العنقية عادةً من نجي نفحص المريض اللي يعاني من السوفان والفقرات العنقية بعد فترة أخرى المريض أيضاً يقول لنا عندي مشكلة بالظهر فلهذا أي مريض يعاني من مشكلة في أي فقرة نحاول قدر الإمكان أن نسوي مسح لكافة فقرات الجسم للتأكد بأنه ما يعاني من مشكلة أخرى طيب دكتور المسكنات يعني باعتبار الأشخاص بهذا النوع من الفقرات بكتير بيأخذوا المسكنات عفواً المضاعفات انتقلت موجودة على المعدة أو على كل الجسم المسكنات لو أخذت بطريقة صحيحة ولو أخذت بطريقة علمية تأثيرها يعني فيه ناس كتير عم بيكتروا من المسكنات خاصة الفقرات لا 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 أي مألة بالمستقبل طبعاً أيضاً المسكنات إحنا كثير من الناس هم يفهمون الموضوع بشكل خاطئ يأخذون أدوية يتوقعون أنها مسكنات لكنها موسكنات هي جزء من عملها هو مسكنات يعني مضادات الالتهاب الستيرويدي الانستيرويدي اللي هي من دنيحة نقول البروفين والفولتارين هي ليس ترى مسكنات هي مو بس مسكنات نعم نعم نحن مثلاً نقول ترامال ترامادول مورفين بيثيدين هذاني مسكنات تشتغل فقط لتقليل الألم من الدماغ بس لكنه الأدوية الأخرى اللي هي بروفين براستامول اندوسيد سيليكوكسيب موبك هذه ليست ليس عملها هو فقط مسكنات لكنه هي تصنف ضمن الأدوية مضادة الالتهاب غير الستيرويدي وهي مضادة للالتهاب لكن مو تتهاب بكتيري فإذا هي تعمل لتقليل الالتهاب لكن في نفس الوقت هي تعمل كمسكنات فكثير من المرضى احنا ننطيهم هذه الأدوية لتقليل الالتهاب فهو يعتقد أنه هي فقط تشتغل كمسكنات معنا اتصال ألو صباح الخير ألو سلام عليكم وعليكم السلام مين معنا من البطرة أهلا وسهلا تفضل الدكتور معك أمسونا عملية أنا مع الشيرنج الشيرنج عملية شنو؟ الشيرنج ماذا؟ صار عند الالتهاب نعم شنو آخر دكتور؟ ستسمعك من التلفزيون مو هذا مو اختصاصي هذا الموضوع اختصاص الجراحة العامة عملية بواسيرة أو شنو؟ لا شيرنج مو باتير شيرنج شنو؟ شيرنج بس معرفة شيرنج ممكن المنطقة اللي فيها العملية وين؟ أتوقع راح بس كمان معنا اتصال ثاني ألو صباح الخير صباح النور السلام عليكم وعليكم السلام شكرا أهلا بيك فضل مات أبو محمد بلسه مرة حياك الله أبو محمد اتحايل الدمار الثاني أحد المعوقع الحرب العراقية الإيرانية قبل 30 سنة نعم أصبت بطالق ناري في العمودة بقاري نعم وأدى إلى شرع أطراف السفلة التشنجية غير الكامل نعم عندي يعني حقيقة الحمد لله وشكرا أقدر أمشي على الأكازات لكن حقيقة مرور السنين انت عارف هذا الشيء كطبيب أصبح عندي تليف عن مكان الإصادة فبدأ يضغط عليها سنة بعد سنة فبدأ يقل حركتي يعني خلال السائر أمشي وهذه يعني حقيقة يعني يعني مو كألم وإنما كحركة يقلب من حركتي جدا طيب أمشي مكان الإصادة بالضبط يا فقر عبد محمد يعني يقصد منهم قالوا أنه مر على كل سنين طويلة على الإصابة فأصبح أصبح الآن الإجراء عملية لذلك تتلوه صعبة جدا يعني نسبة النجاح جدا ضعيلة لكن الحقيقة يعني كنت لك في يلغط علي يعني ما هي الإجراءات اللي ممكن أتخذها حتى مثلا كإجراء وطائع إليها ما يزين يعني وما يلغط علي أكثر ما يقيد حركتي سنة اللي النصائح اللي ممكن تنتميها حتى أقدر يعني أمشي عليها وأنت عرف أي شيء دكتور كطبيبة خصائي أتمنى بس كنصيحة إلي وهل يا ترى ممكن إجراحة عملية طبعا أنا ما أفقد الأمل الأمل بالله والله صلى الله عليه وسلم الأقرب إلينا من حبل الوريد ومارحم بنا ويعني بس يعني كالجواب على السؤال أبو محمد أبو محمد شوية أقاطعك المحمد تغذرني على منذ الوقت من إجراحة العملية أبو محمد يا فقرة اللي إصابت بها يا فقرة على المستقبل حتى ما تحب من حركي يا فقرة يا فقرة إصابتك في يا فقرة في يا جزء من العمود الفقري أبو محمد أوكي قطع الاتصال لك أنه ما فهمت من أبو محمد حقيقة أن هو إصابة بطلق ناري في إحدى الفقرات الصدرية العنقية القطنية ما أعرف أدى إلى شلل شبه كامل عنده على العموم راح أمطي نصائح عامة إذا كانت الإصابة قديمة وإذا كانت الفقرة للأعلى كلما صعدت الإصابة يعني كانت الإصابة الفقرات القطنية أهون الصدرية أصعب العنقية أصعب خصوصا إذا كان ضراره بالنخاع الشوكي خصوصا إذا كان الإصابة بطلق ناري لنطلق ناري هذن يؤدي إلى مسكلتها مشكلة حرارية مشكلة قطعية معفو ثلاثة مشاكل ومشكلة ضغطية وممكن تلقق ناري أدي إلى قطع بالنخاع الشوكي ممكن يؤدي إلى حرارة وحرق بالنخاع الشوكي ممكن يؤدي إلى كسر الكسر يضغط عن النخاع الشوكي الموضوع القديم لكن المال curtain يقول أنا já rebuild يمكنني ا Caduster العكازاتamos وهذا الشيء جيد جدا إذا كان إجراء الفحص الرنين المغناطيسي في الوقت الحاضر له ما يدل على وجود ضغط خارجي من أحد الفقرات أو من الغضاريف أو من التليف على النخاع الشوكي فما أنصح بإجراء أي عملية يعني إذا بالرنين المغناطيسي ماكو أي أعراض لضغط على النخاع الشوكي بأي سبب؟ أي عملية ليسوا هنا الفترة قديمة والضرر تقريبا تهيكل أو ثبت حتى إجراء عمليات زرع النخاع الشوكي أو الزرع الخلايا الجذعية يعني أنا شخصيا أشرفت على جزء من هذه العمليات خارج القطر مع أصدقائي مع جزء من أصدقائي في أمريكا وفي أطباء في المركز الأمريكي في قبرص النتائج مو كل شيء مشجعة نستخدمها فقط لحالات خاصة مو كل المرضى يستفادون يعني حالات اضطرارية حالات اضطرارية وتكون أملها ضعيف جدا لكنه كثير من الناس يساوها يعني يعني يعافقون على نسبة الضعف يعني ما عندها حل ثالثة إذا ما كو هذا الشيء مثل ما قلنا أنه جرافح سرانين وناطشي ما كو مشكلة ضغط إذن في حالة المريضة أبو محمد التركيز بالعلاج يكون على العلاج الطبيعي تمارين 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 رياضة 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 تحفيز العصاب مو كل شيء مفيد إذن التمارين هي الجزء المهم في علاجه دكتور معنا اتصال ثاني ألو صباح الخير صباح النار صباح الخيرات فضل تفضل الدكتور معك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور بدون تحمل يقرأ بك الخاص راقبي ممكن الجماعة أنتو قياع على الشاشة ممنون دكتور ممكن تؤمر أمر تدلم هلا هلا رح نزلو على الشاشة شكرا لاتصالك دكتور طبعا معي اتصال ثاني ألو صباح الخير ألو أيوة تفضلي معاك نور من نيشان أهلا وسهلا تفضلي ألو أحتوي الدكتور تفضلي يا أم نور أهلا بيت عندي صباح الخير دكتور سباح الخيرات أهلا بيت أهلا عمري سباح عشر من سنة أهلا وعندي انحراف العمود الفقر ولادي عن دكاتر كلها عزة مني طيب انحراف العمود الفقر انت تعرفين بالنسبة سكوليوسيس انحراف لا هو من البداية يعني من البداية مايخالف انحراف بالفقرات الصدرية لا القطنية لا الفقرية ما الظاهري الصدرية لا القطنية هو كلها يعني الفقرات عوجاج كامل بالعمود الفقري ايه ايه دكتور حتى يضح على صدرية طيب ولادي ولادي ولا ظهر عندك اختي العزيزة ولادي من الولادة عندك هذا لو ظهر عندك في مرحلة مراحبة من الولادة اختي العزيزة احنا في صدد انشاء مركز او انشأنا حقيقة مركز لعلاج انحراف العمود الفقري في مستشفى بار هنا في اربيل يعتبر المركز الاول في العراق انشاء الله بمشاركة كثير من الجراحين المتميزين في كافة مناطق العراق حتى من بغداد من اربيل اخليك املة هذا الموضوع لانه المركز احنا انشاء الله يعني البرحة كانت الاجتماع النهائي لانشاء المركز سابقا كنا نعالج هذه الحالات في ارسالها خارج القطر حالات انحراف العمود الفقري حالات شديدة تتطلب امكانيات كثيرة يعني كثيرة يعني من جهاز المونيتورينج من الاجهزة الدقيقة للمراقبة الصدر هي اغلب الحالات تعالز بالعمليات لكنها حالات تتطلب اجهزة كثيرة فانشأنا مركز هنا في اربيل في مستشفى بار ووجه هزنا المركز وان شاء الله خلال ايام انفتح فاني انصعت اختي العزيزة انه اذا تقدرين توصلين الى اربيل ان توصليني لعيادتي وراح يكون الرقم ان شاء الله موجود رح يكون موجود على الشاشة نقيم الحالة وان شاء الله نقدر نعالجش في العراق ما نرسلك الى الخارج لانه هذه العمليات جدا جدا مكلفة خارج القطر فان شاء الله نقدر نعالجش في العراق لكنه ايضا لحد الان في العراق ماكو اي مركز لمعالجة انحراف العمود الفقري وهذا رح يكون ان شاء الله المركز الاول ان شاء الله رقم الدكتور موجود على الشاشة اللي حابب مثلا يستفسر او حابب يتوصل معه وان شاء الله المركز طبعا دكتور نحن بنتشكرك كتير ونتشكر على حضورك وعلى كل اسئلة للمشاهدين طبعا اسألوا سألوا انت جاوبت عليهم وان شاء الله ما بعرف اذا رح تكون فاضي معنا بالحلقات القادمة ان شاء الله ان شاء الله دكتور شكرا لك شكرا لك مشاهدينا نحن وصلنا الى نهاية فقرات برنامج صباح سامرة ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بي فقرات برنامجنا واستفدتوا من الفقرة الطبية موعدنا بكرة بنفس التوقيت الى اللقاء